السلام عليكم اليوم راح نسوي لكم البطاطا احنا قصيناها بقشرها يبنى حبات كبار حوالي 6 حبات كبيرة وقصيناها بهالشكل بقشرها غسلناها نظفناها وقصيناها ما خليناها ضعيفة رقيقا وايد الآن سنسلقها في الماء مدة 10 دقائق وبعدها نرجع نراويكم شو راح نسوي فيها الآن حباتي راح نراويكم خلطة الوجز اللي هي نحطها على البطاطا اول شي راح نستخدم مسحوق الفلفل الحار شوية راح نستخدم مسحوق الفلفل الحلو الاحمر البابريكا راح نستخدم الوريغانو راح نستخدم مثل ما قلت لكم الفلفل الاحمر اليابس مع الابيض مع الاسود مع الملح الصخري هذا ميكس هذا ممكن تلقونه في اي سوبر ماركت هاي الماركة راح استخدم ايطاليا نفس الفكرة بهارات فلفل احمر فلفل ابيض نفس الشي انا يبتنها هادي من ايطاليا اوكي وهاي اختيارية ممكن تحطوها اممكن ما تحطوها ممكن انتو تحطون البهارات اللي انتو تبونها اوكي راح نحط شوية كاري كاري الهندي البهارات الكاري الهندي راح نحط شي بسيط منها بس لنكهة اوكي راح نحط ميكس هيرتز اذا ما عندكم مش مش مشكلة يغني عنا الوريغانو اوكي اللي قلنا عنه هذا اذا عندكم تحطونا يحلي اكثر اكثر النكا اوكي رح احط ملح رح احط زيت زيتون رح احتاج للويدجلز انا الموزرلة والبرميزان بس اخر شي هذا بعد ما اشوي في الفرن قبل لا يخلص بعشر دقائق رح اطلع ارش عليه شوية وارجع الحين رح اراويكم الخلطة بسم الله رح احط زيت زيتون زيت زيتون اكوني كريمة مع حطي يعني كمية حوالي نص كوب يعني اوكي اعطيني تطم ملعقة صغيرة رح احط البهارات الفلفل يعني ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة سوف أضع الأوريغانو حوالي ملعقة شاي سوف أضع المكس هيربس سوف أضع كل شيء قليلا حوالي ربع ملعقة شاي سوف أضع الكاري حوالي نصف ملعقة شاي سوف أضع الفلفل حلو بابريكا حوالي ملعقة شاي أما الفلفل الحار سوف أضع 4 ملعقة شاي حوالي نصف ملعقة شاي سوف أضع كل البهارة سوف أضع الملح سوف أضع الملح حوالي نصف ملعقة شاي نصف ملعقة شاي بعد ما سلقنا البطاطا حوالي 10 دقايق لا سوف يجب أن تكون بعدها يابسة ليس لينا سوف أضع الماء و أخلطها مع الخليط وأعود لكم نصف ملعقة بطاطا حبايبي يبهى الشكل هذا و بعدها متماسكة سوف أضع الخليط ونخلط 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 20 دقيقة ونخلط ونخلط ونجعل حمص دقائق لتأخذ لون نضع ونخلط ونضع البطاطا وبطاطا في الصينية ونفرق ونضع ونخلط حبه حبه نحطهم في الفرن على درجة حرارة 200 بس من تحت حوالي 20 دقيقة واخر 5 دقايق بعد 20 دقيقة نخلي 5 دقايق شغال من فوق عشان بس تاخد لون من حين روح نحطه في الفرن نراويكم حطينا في الفرن لاحظوا المسافة ما حطينا في النص ولا حطينا تحت اخر واحدة يعني في حوالي شبر بينه وبين النار خلي تشدين على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة ونشوفه نشغلين الفرن من فوق عشان تحمر شوية رح نحط لها شوية موزرلة ونرجحها مدة دقيقتين بس أساس ان يسيح الجبن مع البطاطة شبه 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 شكرا